اهلا بكم متابعي جنو توكس اليوم سنتعرف على برنامج جي ايميج ريدل والذي يتحرك استخراج النصوص من الصور البرنامج يعمل كواجهة رسومية لأداة تيسيراكت أو سي آر والتي تعمل عبر الطرفية وهذا قد يكون معقدا وصعبا للأديد من المستخدمين لذا فإن هذا البرنامج يتحرك التعامل مع أداة تيسيراكت عبر واجهة رسومية واضحة وسهلة يمكن تحميل البرنامج بنسخة XZ بالنسبة لمستخدمي الويندوز أما بالنسبة لمستخدمي جنونيكس فيمكن تحميل البرنامج من خلال مدير الحزم الخاص بتوزيعتك إن كان غير متوفر على توزيعتك يمكنك تحميل نسخة الملف المضغوط من خلال موقع جيت هاب أنا على MX Linux ومن خلال مدير الحزم MX سأقوم بكتابة اسم البرنامج في خانة البحث وأقوم بالتأشير عليه بعدها أعود رخانة البحث وأكتب تيسيراكت وأختار اللغات التي أريد العمل عليها أنا أخترت كل من اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وقد قمت بتثبيتها مسبقاً لذا سأقوم بإلغاء العملية لدي تطرقت في حلقة سابقة لمدير الحزم MX وطريقة التعامل معه والمزايا التي يقدمها سأترك لكم رابط الحلقة في الأعلى أو في الوصف أو عند نهاية هذا المقطع سأقوم الآن بتشغيل البرنامج من خلال كتابة اسمه في خانة البحث الخاصة بقائمة البرامج لدي سيفتح البرنامج بهذا الشكل وهو ذو واجهة واضحة وبديهية كل ما علي الآن هو جلب الصورة التي أود استخراج النص منها لنرى ماذا فعالية هذا البرنامج في استخراج النصوص من الصور أقوم بسحب الصورة وأفلتها داخل البرنامج بعدها ومن القائمة أعلى أختار اللغة التي أريد أن استخرجها من الصورة وسأختار أولا اللغة العربية وسأقوم بالتضليل أو تحديد الجزء الذي أريد استخراج النص منه بعدها أقوم بالنقر على هذا الزر ليتم استخراج النص في خانة على اليمين بعدها أقوم باختيار اللغة الإنجيزية وتحديد جزء المراد استخراج النص منه وبنفس الطريقة سنستطيع الحصول على النص من الصورة وهذه الطريقة تنفع مع النصوص الطويلة والتي نود استخراج النص أو فقرة معينة فقط وكما تشاهدون يتم استخراج النصوص بشكل ممتاز ومطابق لما هو مكتوب في الصورة لكن هناك ميزة والتي تمكننا من اختيار أكثر من اللغة ليتم استخراجها من كامل الصورة وتدعى ميلتي لانجوال وكما تشاهدون يتم استخراج كامل النص الموجود في الصورة حتى وإن كان بلغات مختلفة شريطة أن تكون تلك اللغات مثبتة لدينا من قبل ليتم تعرف عليها من قبل البرنامج كما يتوفر البرنامج على الكثير من الخيارات لأدادات الأخرى التي سأترك لكم المجال لاستكشفها بأنفسكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة سنتعرف على طريقة وضع ظل فوق نص على ملف PDF سواء أكان النص مكتوبا أو مصورا وذلك من خلال برنامج QPDF Viewer والأمر متاح على البرنامج بشكل بسيط جدا وذلك من خلال الذهاب إلى خيار تعديل أو Edit من القائمة العلوية للبرنامج ثم نختار Add Annotation بعدها نختار الكلمة أو الجملة التي نود وضع التضليل أو Highlight عليها ينبثق لنا خياران نختار Add Highlight وستيمو وضع التضليل باللون الأصفى بكل سهولة كان هذا كل ما لدينا في هذه الحلقة شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء